هل أنت من الأشخاص الذين يحبون السهر؟ وهل تعلم ما قد يسببه السهر من نتائج سلبية على صحتك؟ تعالوا معنا في هذا الفيديو نشاهد معا أضرار السهر على الجسم ولكن بعد فاصل قصير السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة توبتنات قد تكون الإطالة في السهر لمشاهدة مسلسلك المفضلة أو لقراءة كتاب أو للدراسة حل عند الكثيرين للتعويض عما لم يستطيعوا فعله في النهار لكن يحتاج الإنسان إلى النوم للحصول على الراحة واستعادة الطاقة بشكل يومي وتعتبر جودة ونوعية النوم وعدد ساعته من أكثر ما يمكن أن يؤثر على النشاط والأداء في اليوم التالي وقد شاعت فكرة السهر بشكل كبير في هذا العصر مع وجود الكهرباء التي توفر حياة كاملة في الليلة ولكن هذا التغير الذي يتعارض مع طبيعة الحياة يسبب آثار سلبية على الصحة وهو ما يعرف بأضرار السهر على الجسم والعقل والنفس إليكم فيما يلي أهم الأضرار التي يسببها لك السهر وهي كالتالي أولا تأثير سلبي على صحة القلب تؤثر قلة النوم ليلا أي أقل من خمس ساعات وزيادته عن تسع ساعات أو أكثر سلبا على صحة القلب إلا أن حظر الإصابة بأمراض القلب التاجية أو بالسكتة الدماغية يرتفع في حالة قلة النوم لذا إن كنت تطيل سهر معا أن عليك الاستيقاظ موكرا لأداء مهامك وأعمالك فإنك تخاطر بصحة القلب ثانيا ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم يرتفع خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم والبروستات لدى الأشخاص الذين ينامون أقل من سبع ساعات ليلا ثالثا فقدان التركيز وصعوبات التعلم إن السهر لساعات متأخرة من الليلة يؤثر على اليقظة والانتباه والقدرة على حفظ المعلومات وفهمها وكذلك القدرة على الحكم بدقة على الأمور نتيجة لقلة التركيز رابعا السمنة وزيادة الوزن يؤدي السهر لخلل في الشعور بالجوع والشبع ما يؤدي غالبا لزيادة الوزن والسمنة وتشير الأبحاث إلى أن الذين ينامون أقل من ست ساعات الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 30% مقارنة بغيرهم والسبب في ذلك لأن السهر وقلة النوم يحفزان على إفراز الرجلين المسؤول عن الشعور بالجوع ويقللان من إفراز اللبتين المسؤول عن الشعور بالشبع كذلك فإن قلة النوم لا تحفز فقط الشعور بالجوع وإنما تثير الشهية أكثر نحو الكربوهيدرات والأطعمة المشبعة بالدهون كما أن سمنة الحاصلة في هذه الحالة قد ترفع من خط الإصابة بمرض سكري خامساً التعرض لحوادث القيادة السهر لساعات طويلة والنوم أقل من سبع ساعات يومياً بينما على الشخص مهام عمل يومية عليه أن يستيقظ ليؤديها يزيد الخطورة على حياته نتيجة زيادة فرص تعرضه لحوادث سيرة بسبب قلة التركيز سادساً الأرقى السهر لوقت متأخر من الليلة يؤدي إلى الإصابة بالطرابات النوم وعلى رأسها الأرقى وهو يعني مواجهة صعوبة شديدة في الخلود إلى النوم أو الاستغراق به إذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك لتعم الفائدة على الجميع وندعوكم للإطلاع على الفيديوهات الظاهرة أمامكم ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل جرس التنبيهات في أمان الله